أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون سيعقد في الرياض يوم الأحد القادم بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبرئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودة وأعرب الزياني عن فخره واعتزازه بتكليفه من خادم الحرمين الشريفين بنقل الدعوة الكريمة إلى إخوانه أصحاب الجلال والسمو قادة دول المجلس للمشاركة في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وقال الزياني أن أصحاب الجلال والسمو سيبحثون عددا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك وما تم إنجازه في إطالة تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية وضاف الزياني أن أصحاب الجلال والسمو سينظرون في التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزاري المختصة والأمان العامة كما سيبحثون أيضا آخر تطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة وعبر الزياني عن أمله في أن تسفر هذه القمة المباركة عن نتائج بناء ومثمرة تعمق التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات وتحقق تطلعات مواطنيها لمزيد من التكاتف والتلاحم والتآزل لمواجهة التحديات كافة والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس والمنطقة